أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عِيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَرَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْزَغْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتواع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ومتبنا قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بسالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لا رجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يرد للرحمن بذر الله لا ترد عني شفاعتهم عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حشرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستازيون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وأن كل لما جميع لدينا محدرون وآية لهم الأرض الميتة أهييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل أصلخ منهن عارف إذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لنا ذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذيك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معددين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وأمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدف مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجوهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره نركسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَانِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آنِهَةً لَعَنَّهُمْ يُنْصَرُونَ لا يستطيعون أسرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُتُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُّبِينٌ وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي لِعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَ الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمٌ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم